لا داك مرب يشوفوا معنا نارا نطيش نرزق نارا وخلص كانت هاته واحدة من نداءات المولين في بلدية عين الملوك وذلك طلبا للنجدة من ضياع جميع رؤوس ماشيته التي أصابها الطعون لتتحصل مديرية المصالح الفلاحية على حصتها من اللقاح قامت مديرية المصالح الفلاحية الولايات ميلة ليلة البارحة باغتناء خمسين ألف جرعة خاصة بتلقيح ضد ضد طعون المجترات الصغيرة في ولاية ميلة سجل هلاك قرابة مئة وخمسون رأسا من الماشية من خرفان وماعس ونعاج وموازاة مع تحصيل اللقاح أيضا تم بشكل مؤكد تمديد غلق أسواق الماشية لشهر آخر تمديد غلق أسواق الماشية لشهر إضافي وكذا تشكيل لجنة ولاية برئاس سيد الوالي تضم كل من السيد مدير المصالح الفلاحية رئيس الغرفة فدرالية الموالين للسلطات المحلية وكذا الاتحاد الولايات الفلاحين الجزائريين بالإضافة للمفتش البيطري التي من مهامها هو تصهر على تنظيم ومراقبة ومتابعة حملة التلقيح خمسون ألف جرعة إذن من لقاح طاعن المجترات الصغيرة تم إنزالها للمناطق الأكثر تضررا من الداء وبمقدمتها بلدية عين الملوك لتلقى المسؤولية هذه المرة إذن على الموالين للتسريع بذلك اشتركوا في القناة